أمينة تقول يعني انتشرت بين الناس ما يتعلق بيعني رسم ذوات الأرواح على الكعك وتقول يبدو أن بتقطيعها بالسكين وشيء من هذا القبيل تقول يعني الله عز وجل كرم الإنسان فما حكم هذا الفعل أختي أمينة بارك الله فيك يعني لا شك هذه منتشرة الآن يصنعون من خلال الكعك ومن خلال الكيك ومن خلال هذه الحلويات أشياء من ذوات الأرواح وكذلك صورة الإنسان والعلماء المعاصرين منهم من يجيز ومنهم من يمنع من يجيز يقول هذا في النهاية سيأكل وليس فيه امتهان للإنسان وليست هذه من الصور المقصود التي جاءت التنبيع عليها في الأحاديث والتحذير منها ومن أهل العلم يمنع ومنعهم يعني ينطلقون من خلال الأحاديث المانعة من التصوير كذلك مسألة امتهان الإنسان خاصة للوجه وأنت قلت بأنه يقطع في السكين النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تقبيح الوجه وكذا ولذلك ما في داعي أخواني لمثل هذا يعني التصرف يعني الكيك من قديم الزمان الناس يأكلون ما يعملون مثل هذه الأشياء ولذلك أنا أنصح أخواني وأخواتي بأن يبتعدوا عن مثل هذه الأساليب يبتعدوا عن مثل هذه الأشياء خاصة وأن هذا الكيك سيذهب يعني يؤكل وسيتصرف ينصرف إلى فضلات فما في داعي إلى مثل هذه الأشياء موسيقى